لكن أنا أعتقد أن خسارة رئيسي كبيرة جدا دعك من أن هناك يتحدث بأن هناك منافسين غيره رئيسي كان مؤهلا تماما ويتم إعداده لأن يكون هو المرشد الأعلى بترقلاته من إدارة العتبة الرضوية وهو منصب ليس بالصح أنه لا أمزية دينية لكن أنه أفقه السياسي في الجمهورية الإسلامية مهم جدا وتم تسليمه ملف أهم داخل القيادة الإيرانية وداخل دولة إيرانية وهو المؤسسة القضاء سلطة القضائية وهذه مهمة لا يمكن أن يعتبرها حدث عابر إلا أن كان هناك تهية أيضا رئاسة الجمهورية عفوا سيد نجم رئاسة الجمهورية أنا أعتقد كانت خطوة ما قبل الأخيرة بأن يكون هو المرشد الأعلى القادم شخص بهذه المؤهلات وبهذه التنقلات وبهذه المناصب وابنى الثورة ليس من السهولة تعويضه حقيقة يحتاج وقت حتى يتم أن يكون اختيارات السيد المرشد لا نعرف أنه تكون اختلاف بالدرجة بالدقة ليس من السهولة أن تنتقل هذه شخصية مثل رئيسي طيب سيد أمير موسوي مثل ما كنت تقول والسيد أيضا العنبر والأخبار أيضا تقول أنه رئيسي كان من المؤمل أن يكون خليفة للمرشد الأعلى الآن بقي اسم آخر يطرح أنه هو السيد مشتبة ابن خامني هل تعتقد أن السيد الفقيه سيبقى على سنة الإمام الخميني بعدم التوريث أم سيذهب السيد الخامني باتجاه مشتبة لا أعتقد ذلك لأنه الآن سيد مشتبة حتى لا يسمح له أن يستلم أقل مسؤولية تنفيذية أو سياسية في البلاد يعني سيد الخامنائي يرفض هذا كما الإمام الخميني كان يرفض لسيد أحمد أن يستلم أي منصب الآن الإمام الخامنائي كذلك نرى يرفض وهناك مقترحات كثيرة وإصرار من قيادات في إيران لأن يتبوأ منصب مهم في البلاد باعتباره رجل فاضل وذا خبرة كبيرة ذو خبرة عالية جدا ورجل متواضع ومحترم يعني محبوب عند الناس كذلك نرى في الشوارع عندما يسير جدا زاهد ويعني رجل محترم لكن يرفض الإمام الخامنائي يرفض كليا ولا أعتقد أن هذا الأمر سيقبل به وربما وصيته ستفتح بعد حين يعني هو كتب وصيته كما الإمام الخميني كتبها وأعتقد سيرفض هذا الأمر بالمطلق يعني خلال مسيرة السياسية وفي الحكم الآن نرى أن السيد المشتبى ليس له أي دور باستثناء أن يرافق والده في قضاياه الخاصة وليس الحكومي فلذا أنا أعتقد هذا مرفوض هناك شخصيات ربما ستبرز في العلن وخاصة أمس يعني تم اختيار رئيس مجلس خبراء القيادة الجديد الذي عقد يوم أمس وهذه طبعا ملاحظة مهمة نرى الأمور تسير من المحددات الزمنية الدستورية آية الله كرماني موحدي كرماني انتخبه بعنوان رئيس مجلس خبراء القيادة الذي يعين القائد بعد غياب المشتب الأعلى فهذه طبعا نقطة مهمة وأنا أعتقد هذا من الجيل الجديد الجديد غير الجيل القديم المتعارف لكن نرى مجلس خبراء القيادة فيه شخصيات شابة هذه المرة وحتى مجلس الشورى الإسلامي بالمناسبة وزارة السيد الرئيسي كلها تقريبا من الجيل الجديد بما في ذلك أمير عبدالله ووزرائه شباب صغار بالسن ربما بعضهم لم يحضر في أيام انتصار الثورة الإسلامية كانوا أطفال وزراءه أغلبهم شباب والمسؤولين حتى السفراء والمسؤولين في المؤسسات والهيئات المهمة نرى الشباب أستاذ نعذين